وإحنا بنبدأ في العد التنازلي وأيام قليلة بتفصيلنا عن قاب 27 مؤتمر العالمي للمناخ اللي بيقام في شارم الشيخ بعد أيام بدءا من 6 إلى 9 نوفمبر أو من 6 إلى 18 نوفمبر فعاليات الرئيسية وفعاليات أيضا الممتدة بشكل كبير شارم الشيخ طول عمرها واحدة من المحافظات المصرية المميزة جدا لكن أعتقد وانتوا أكيد بتتبعوا مع زملائي اللي بيقدمونا متابعات من هناك للاستعدادات أنه صار عندنا محافظة صديقة للبيئة بنسبة تقترب إلى نسبة 100% المشاركات الدولية بتبدأ في التأكيد وتأكيد المشاركات بدأت بالفعل من فترة طويلة النهاردة أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها على أنها تشارك في قمة الأمم المتحدة 27 للمناخ المقامة في شارم الشيخ في مصر في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية الرئيس سيسيكان دعا رئيسة الوزراء الإيطالية للمشاركة وأكدت عزمها على تعزيز العلاقات والتعاون ما بين إيطاليا ومصر في كل القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة بعض الناس لحد النهاردة مش عارفين أنه اللي بيحصل في قاب 27 هو مشاركات دولية على مستوى دولي ورئاسي على مستوى منظمات دولية بتتفاوض وتتحدث وتضغط على الحكومات والدول بالمناسبة عشان تستجيب لأنه الموضوع مسهل الموضوع بشكل عام يبدو أنه أقل عالم كله بيتحد على هدف نبيل جدا لكنه يحتاج إلى قرارات ثقيلة جدا اقتصاديا بتقوم بيها أو توقع عليها الدول وتلتزم بيها كمان ترجمة نانسي قنقر